اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كليف بيزينسكي الشخص اللي قدم لنا جيرز الفور طول السنوات اللي راحات او علاقة نقول اشتركوا في القناة يقول ان كوجيما كان قد كلم انه يشتغل معه على ساينت هيلز وهو رفض ليش يقول اول شي انه هو مشغول عنده العاب خاصة فيها كده وغير كده انه هو يحب انه يشتغل على العاب جديدة كليا وانه لو اشتغل على ساينت هيلز كان بيخربها شخصيا انا انا شوف ان الرجال هاد ابدع جدا في مجال الاكشنز عندنا زي غير صوف وورب والستورم في عندنا برضو لعبة الاركاد هذيك اللي نسيت اسمها لكن عادل حفظها لهم هنالي انا انا ماني قدر اذكر اسمها فعموما اي شي فيه مسدسات واكشن كذا كان يمدع فيه ما توقع انا كان بيقدر سوي شي كويس في لعبة رعب وهو قالها بنفسه يوم بسفت الشركة الانعاب اللي معرفنا تحب الفلوس تقول انه قيمة لعبين الاكس بوكس بالنسبة لهم اكبر بكثير من قيمة لعبين بلاي ستيشن في بداية ما عرفنا لش انه وش يعني هم يحبون الاكس بوكس اكثر وكذا بعناه اكتشفنا وش قالوا قالوا انه قيمة الصرف اللي يصرفون على الالعاب عرج جهاز الاكس بوكس اكثر من بلاي ستيشن فعشان كذا لعبين الاكس بوكس انه لهم قيمة اعلى عندهم من بلاي ستيشن يا راك روم يا شو بلاي ستيشن خلنا شو فعل الحق وبصراحة قيمة الصرف اللي يصرفونها بالنسبة لهم ما هي بسيطة يعني تقريبا 25% على ارعاب الاكس بوكس يدفعونها زيادة على بلاي ستيشن وشان مبسطة بالأمانة يعني بوبي كوتك اللي هو الرئيس تبع اكتيفيجن بليزرد تكلم عن رياضة الالكترونية وقال انه الى الان ما هي جاسة تجيب الربح المأمول لكنها في نفس الوقت ما هي جاسة تخسر الشركة الكثير لانه نعرف اكتيفيجن بليزرد عندهم بطولات الكترونية كثير وانهم يدعمونها وشجعون وعندهم هداف يقول انهم يبغان ينفسهم فيها ESPN مستقبل انه يصرف عندهم اكثر من ثمانين كم مليون مشاهد سنويا شي زي كذا وانهم يطمحون للدخل كبير في السنة يوصل الى خمسة مليار حقوق بث والشازق كذا فوالله تمنى يصرف عندك زي مثلا بانسبورت كذا قناة خاصة بس للرياضة الالكترونية بيكون شي جميل صلاحة تمنى يطيكم مفافع المتابعة تنسوا تطلقنا لايك سبسكرايب شير للشاهد كله كمعاكم محمد بن محفوظ سبحانك اللهم وبحمدك اشنون لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم